صباح الخير كيف كنت في الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير حبيت هنيكم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك يا رب نعاد عليكم الصحة والعافية والسلام والمحبة والأمان أهم شيء الصحة والمحبة بوجهة نظري أنا وبعده بيجي الأشياء الثاني ولهيك رح أحكي بالمجمل عن الفوائد الصحية للصيام طبعاً الصيام بغض النظر عن الأسباب الدينية للصيام وشو بيتركوا بالنفس من تأثيرات إيجابية وتنقية وحية كتير 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 قد ما تتصوروا لأنه نحن لما بنبتعد عن تناول الطعام الهرمونات وخصوصاً جسمنا عند ذكور والإناس الهرمونات الذكرية اللي هي التستوستيرون بتخفي كتير وبتنتقي الروح أكتر ترتقي وتلتقي بالرب أكتر فعادة في تأثيرات روحانية وروحية روحية كتير للصيام طبعاً رح أحكي بهي التغييرات العلمية اللي بتطرق على الجسم خلال الصيام شو بينتج عنها من فوائد صحية هلأ مصدر الجسم اللي بيجي المصادر اللي بتجي للجسم من طاقة خلال فترة الصيام هلأ التغييرات التي تطرق على الجسم خلال فترة الصيام تعتمد على طول الصيام المتواصل يدخل الجسم في مرحلة الصيام بعد مرور 8 ساعات على موعد آخر وجب الطعام متناولة حيث تكون الأماء قد انتهت كلياً من انتصاص المواعد الغذائية الموجودة في الأطعمة المتناولة يعتبر سكر البلوكوز والذي يخزن في الكبد والعضلات هو المصدر الأساسي للطاقة خلال فترة الصيام يتم استهلاك الجلوكوز أولاً للحصول على الطاقة بعد نفاذ الكوكوز خلال الصيام يبدأ استهلاك الدخون المخزنة وتعتبر المصدر الثاني للطاقة لكن إذا استمر الصيام بشكل متواصل لعدة أيام أو أسابيع يبدأ الجسم استخدام البروتين الموجود في العضلات للحصول على الطاقة وهو ما يعرف بالموت جوعاً ويعتبر غير صحي ويسبب انهيار العضلات ويبدو الشخص هزيل وضعيف جداً كما في حالات المجاعة لكن حتماً الصيام في شهر رمضان المبارك لا يسبب الوصول إلى الحالة الثالثة من الصيام أي استهلاك الطاقة من العضلات والموت جوعاً لأن الصيام يتم إيقافه يومياً وليس صيام متواصل دون أفطار وهو ما يعرف بالصيام المتقطع صيام المتقطع هو النمط اليومي المنتظم من مواعيد تناول الطعام والصيام عن الطعام والشراب كما في شهر رمضان المبارك مواعيد محدد يومياً للصيام يقابله مواعيد محدد يومياً للأفطار وذلك بشكل يومي منتظم على مدى شهر كامل فوائد الصيام على لسان الأطباء يقول الدكتور رزين معروف وهو طبيب تخدير من جامعة أوكسفورد في بريطانيا إن عملية الصيام تعتبر عملية فعالة لإزالة سموم الجسم لأنه يساعد على تحليل السموم المتراكمة في الدهون وبالتالي إزالتها من الجسم كما يقول إن استهلاك الدهون للحصول على طاقة يساعد في إمقاص الوذن ويحافظ على العضلات ويؤدي لانخفاض مستوى الكوليسترول الضار في الدم بالإضافة لتحسين السيطرة بالإضافة إلى تحسين السيطرة على داء السكر ديابيتس وضغط الدم المرتفع ويضيف بالإضافة إلى ذلك فإنه بعد مرور بضعة أيام من بداية سيام رمضان أي من سيام من السيام والأفطار المتكرر يومياً ترتفع مستويات هرمون الأندورفين في الدم مما يجعلك أكثر يقظ ويحسن الصحة العقلية والنفسية يقول الدكتور جويل فورمان وهو أخصائي التغذية وعلاج البدانة ومؤلف كتاب كل تعيش Eat to Live بالنسبة للأشخاص الأصحاء فإن السيام هو طريقة صحية وآمنة وليس له أي مخاطر أو مضاعفات سلبية بل على العكس يعتبر السيام طريقة فعالة لإزالة سموم الجسم المتراكمة في الخلايا والأنسجة والتي تسبب تلف الأصاب وتؤدي إلى علامات التقدم في السن وداء السكري من النمط الثاني وتصلب الشرايين وتلف الأعضاء لذلك ومن وجهة نظر الدكتور فورمان أن الصيام يساعد الجسم في التخلص من هذه السموم بطريقة فعالة وبالتالي يساعد في الوقاية من كافة الأمراض التي ذكرتها أعلى والتي تحدث نتيجة تراكم السموم يقول الطبيب جويل عندما يقوم الشخص بالسيام يوما كاملا يدخل الجسم في حال التخلون كيتوزز والتي تحدث عندما يستهلك الجسم الكربوهايدريت المخزنة ويحولها إلى طاقة وبالتالي يقوم بحرق الدهون المتراكمة والتي تتجمع فيها سموم الجسم لكن يضيف جويل إذا كان الصيام بهدف إنقاص الوزن لا يعتبر أداة فعالة لعلاج البدانة إذا لم يتم اختيار وجبات الأضفاء لأفطار بشكل متوازن وغني بمصادر الطاقة فعلى العكس من الممكن أن يؤدي لزيادة الوزن أيضا فضلا عن بعض الحالات الصحية التي قد تؤدي إلى مضاعفات ومخاطر بعد الصيام كمرض الكلا والكبد والأشخاص الذين يتناولون بعض العقاقير الطبية كما ذكر الطبيب فورمان أنه لاحظ من خلال خبرته وممارسته وجود ارتباط وسيق بين الصيام واختيار نمط غذاء متوازن خلال الأفطار وبينته تخفيف حالات العديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي تضمن تهاب المفاصل أمراض الجلدية المزمنة كالصدفية والأكزيمة يقول جويل أن الصيام يعالج كذلك أمراض الجهاز الهضمي والتهاب الكولون وداء كرون كما يفيد في خفض ضغط الدم ودوف جويل قائلا إذا أردت أن تعيش حياة صحية أطول فإن أفضل نصيحة هي أن تتناول طعام صحي أن تتناول طعاما صحيا وأن تقوم بالصيام بشكل دوري يقول دكتور مايكل موسلي وهو مؤلف كتاب الحمية السريعة إن مبدأ الصيام المتقطع الذي يتبعه المسلمون في شهر رمضان المبارك ليس فقط مفيدا في علاج البدان وإنقاص الوزن وإنما أثبت فعاليته في العديد من الفوائد الصحية للجسم ويقول أيضا تظهر الدراسات أن أسلوب الصيام المتقطع أثبت فعاليتها في خفض مستويات الكوليسترول الضار ومستويات الضغط الدم والحساسية للإنسولين وما شابه ذلك وفي دراسة أخرى أجرها الطبيب فالتر لونغو وزملائه من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس ووجدوا أن مبدأ الصيام المتقطع يحفز نصاط الجهاز المناعي ويساعد في تجديد خلاياه والتخلص من الخلايا القديمة أو التالفة وبالتالي يحمل جسم من التلف الناجم عن عوامل الشيخوخة والتقدم في السن أو حتى التلف الناجم عن الإلاج الكيماوي يقول الدكتور لونغو عند اتباع نظام الصيام المتقطع يقوم الجسم بالحفاظ على الطاقة ومن أحد أساليبه لتوفير الطاقة هي إعادة تدوير الكثير من الخلايا المناعية التي لا يحتاج إليها لسيما تلك التي تكون تالفة أو معطوبة كما وجد الفريق الطبي أن مبدأ الصيام المتقطع قبل ثلاثة أيام من العلاج الكيميائي بالنسبة لمرضى السلطان أدى إلى حماية الجهاز المناعي من التلف الذي يسببه العلاج الكيماوي وساهم في تجديد الخلايا المناعية يقول الطبيب لونغو الآن إذا أردت الخضوع للعلاج الكيماوي أو كنت تعاني من الضرن ناتج عن علامات الشيخوخة فعليك اتباع مبدأ الصيام المتقطع فهو يساعدك في الحصول على نظام مناعي جديد إذا الفوائد الصحية للصيام المتقطع حرق الدهون وعلاج البدانة عندما تقوم بالصيام يبدأ جسمك في ترميم الخلايا وتغيير مستوى الهرمونات حتى تصبح الدهون متراكمة أكثر سهولة لاستخدام كمصدر للطاقة هرمون الإنسولين خلال الصيام يحدث وبوض ملحوظ في مستويات هرمون الإنسولين مما يساعد في عمليات حرق الدهون هرمون النمو يزداد مستوى هرمون النمو بمقدار خمسة أضعاف مما يساعد على حرق الدهون وأنقاص الوزن واكتساب العضلات الإصلاح الخلوي يقوم الجسم تحفيز الخلايا على عمليات الإصلاحات الخلوية الهامة كإزالة الفضلات المتراكمة في الخلايا الاتهام الذاتي أوتوفاكوس وهو وهذا يضمن تحطيم واستقلاب البروتينات التالفة وغير الوظيفية التي تتراكم داخل الخلايا مع مرور الوقت إن زيادة عمليات الاتهام الذاتي توفر حماية ضد العديد من الأمراض بما في ذلك السرطان والألسهايمر تغيرات جينية نتيجة الصيام تحدث تغيرات في الجينات تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض نقاس مقاومة الإنسولين وعلاج داء السكري من النمط الثاني ففي حال داء السكري من النمط الثاني يحدث ارتفاع مستوى السكر في الدم نتيجة زيادة المقاومة لهرمون الإنسولين لذلك عند الصيام يحدث العكس أي تنخفض المقاومة للإنسولين وانخفض مستوى السكر في الدم ما يفيد مرضى سكري ويمنع حدوث المضاعفات الناتجة عن الداء السكري بينما تعتبر السكريات هي المصدر الأساسي لطاقة الجسم فهي تشجع أيضا على زيادة مقاومة الإنسولين عندما يتم استهلاقها بكميات كبيرة وعندما تحدث مقاومة الإنسولين تبدأ سلسلة الأمراض المزمنة في الجسم بدءا بأمراض القلب وداء السكري وانتهاءا بالسرطان عند الصيام يقول استهلاق السكريات بشكل كبير ويعمل الجسم على حرق الدهون كمصدر أساسي للطاقة وبالتالي تنخفض المقاومة للإنسولين مما يفيد صحة الجسم بشكل كامل إنقاس حالات التأكسد والالتهابات في الجسم تعتبر الأكسدة هي أحدى الخطوات الأساسية نحو الشيخوخة وعلامة تقدم السن بالإضافة إلى العديد من الأمراض المزمنة حيث تتضمن الأكسدة وجود جزيئات غير مستقرة تدعى الجزيئات الحرة والتي تتفاعل مع جزيئات أخرى كالبروتينات والحمض النووي DNA وتؤدي إلى إطلافهم وألحاق الضرر بهم أثبتت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع يحفز على مقاومة الجسم لعمليات الأكسدة والالتهابات تعزيز صحة القلب على اعتبار أن الصيام يفيد في خفض نسبة الكوليسترول الضار وخفض ضغط الدم وخفض السكر خفض سكر الدم جلوكوز الدم ومقاومة الاتهابات وعمليات الأكسدة أوكسيديشن وبالتالي فهو يعزز صحة القلب عموما وقلل من حدوث مضاعفات أو مشاكل صحية تحسين صحة الدماغ والوقاية من الاكتئاب والزهايمر وضع باركنسون يفيد صيام متقطع في زيادة نمو الخلايا العصبية الجديدة والتي تفيد بدورها في تحسين وظائف الدماغ بالإضافة إلى ذلك يزيد صيام من مستويات هرمون الدماغ التي تعرف باسم عوامل التغذية العصبية المشتقة من الدماغ حيث يؤدي نقص هذه الهرمونات إلى الإصابة بالاكتئاب والزهايمر وضع باركنسون وغيرها من المشاكل الدماغية الحالات التي لا يجب أن يتم فيها الصيام المرأة الحامل أو المرضى في بعض الحالات الأشخاص الذين يعانون من أمراض الهزال وسوء التغذية المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب المرضى الذين يعانون من قصور كبدي أو فشل كلوي المرضى الذين لديهم مستوى سكر دم غير منضبط سواء كان هبوط أو ارتفاع في سكر الدم هلأ نصائح لاختيار الأطعمة الصحية التي يجب أن تتناولها خلال فترة الصيام أول طعام يفضل تناوله عند الإفطار هو الماء والتمر فالماء يمنع الجفا فيعود نقص السوائل والتمر يعطي دفعة جيدة من الطاقة يجب أن تحتوي وجبات الطعام خلال الإفطار على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم الفاكهة والخضروات الخبز الأسمر والحبوب الكاملة والبطاطا البروتينات من اللحوم والدجاج والأسماك وفضل أن تكونوا مشوية أو مطهية على البخار هلأ كل اللي عم بحكوا رجعوا لزمر الدم إذا بتريدوا الحليب ومنتجات الألبان الدهون الصحية غير المشبعات تساعد كاربوهايدرالية المعقدة على تحقيق الطاقة ببطء خلال ساعات السيام الطويلة ومن الأمثلة على ذلك القمح وأنا عندي اعتراض عليه الشوفان طحين الأسمر والأروز البني والفول والعدسون بدنا نحكي عن الجلوتن الموجود بالقمح والشيلم والشعير والشوفان وغير موجود بالرز والزورة والتابيوكا والبطاطا هذه التغذية عندي وجهة نظر خاصة فيها تمام كما يفضل تناول أطعمة بالغنية بالألياف حيث يتم هدمها ببطء أيضا ومن الأمثلة على ذلك الخضروات كالفاصوليا وجميع أنواع الفاكهة بما في ذلك التين والخوخ والمشمش أو المشمش أما عند السحور آخر وجبة قبل الصيام يجب اغتيار الأطعمة التي تعطي الإحساس بالشبع وتزود الجسم بالطاقة الكافية لعدة ساعات يجب أن تكون وجبة السحور خفيفة تشمل الأطعمة التي يتم هدمها ببطء كالخبز المحمص والسلطة والسلطة وبهذه الطريقة تدمن الحصول على مصدر ثابت للطاقة بالإضافة إلى كمية كافية من الزواء الغنية بالفايتاميز مثل العصائر الفواكه الطبيعية الأطعمة التي يجب تجنبها خلال فترة الصيام هي الأطعمة التي يتم استهلاكها وحرقها سريعا وهي الكربوهيدريتس المكررة كالسكر والدقيق الأبيض بالإضافة إلى المواد الدهنية يجب الامتعاد عن تناول أطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة السكريات كالكتوهات والبسكويت والشوكولا المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي والكولا فهي مدرة للبول وتسرع في فقدان السوائل من الجسم هذا كان الفيديو أتمنى أنه يكون شهر رمضان عليكم ينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلام والأمان والبركة والمحبة والمحبة المحبة أهم شيء المحبة أهم شيء والصحة أهم شيء ما بعرف أينه أهم أتمنى ينعاد عليكم بكل خير وسلام وأمان وعافية وصحة محبة هذا كان الفيديو نعجبكم الفيديو زلوا تحت الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسا ترجمة نانسي قنقر